في اليابان حصلت واقع كابتن سلب بالحفيز نسل اي دي بتاعه لازم تنزل بقى اي دي بتاعه ما دخلش التمرين ما دخلش التمرين تمرين اللي قابل المتش نسل اي دي فضل عاد في الوتوبيسة اه يعني عملنا ده مش ماتش كمان ده بقى تمرين تمرين لو عادي ممكن تعدي نسل هو داخل اي دي مش موجود لو عملت ايه بقى السفير كلم كل ما فيش حد تخل عمل بقى ازمة اخناقة ولا حد ادري اتكلم من احنا هناك عارفين القوانين هتخنق ايه بي الياباني التمرين مثلا اللي هو قابل المتش هيبدأ مثلا الساعة ستة يخلص سبع الاربع سبع الاربع بالزبط تفضل وتطلع ولا لك بانتا باستنى ديني خمس دقيقة والعشر دقيقة هم كده نظام هل انت في اي مكان مثلا كنت ماشي في الشارع ولا مثلا في الاستاذ ولا حاجة انت مش عارفة مين انا احمد السيد لا عمري ما بابر الكلام ده على فكرة انا حتى انا بلعب ما بحبش لا ما بحبش حتى لو في بيحصل اي مشكلة انا بتعمل عادي جدا انا ما بحبش ان اقول انا وانا وانا دين ما بحبهاش هنا الموضوع بالنسبالي احترام انا الشخص قدومي ده احترمه زي ماهو بيحترمني فاشنا اتعل عليه موسيقى موسيقى